لجأ معظم المزارعين في ريف حلب الشمالي إلى قطاف الزيتون قبل أوانه بسبب ازدياد وطيرة الاشتباكات بين الثوار وتنظيم الدولة في المنطقة مؤخرا الأمر الذي أدى إلى تناقص نسبة قطع الزيت نتيجة عدم اكتمال نطج الزيتون مراسلنا رضوان الحلب زار غرفة الزراعة في مدينة عزاز وأعدلنا التقرير التالي يا بنات عصائب دون وشيء سرعة ولا تروا هرقبتي بدأ القطاف الزيتون في المنطقة الشمالية وفي مدينة عزاز لأسباب كثيرة وبدأوا بالقطاف المبكر وهو خطأ كبير ولكن فيه أمور عم تخلي المواطن يقوم أو المزارع بقطف الزيتون المبكر هي ارتباكات المنطقة الموجودة عنها بهجومات داعش المتكررة وهجومات النظام فعم يقوموا بالقطاف قبل أوانه بخمسة عشر يوم أو شهر ويفضل قطاف الزيتون بواحد داعش أو من خمسة عشر داعش وما بعد اليوم الميت كيلو زيتون تقطع ستعاش كيلو تنكية واحدة بين عندما تأخر القطاف يتوصل القطع للخمسة عشرين كيلو أو ثلاثين كيلو في عندنا أشكال تانية كمان عبتخفف القطع هي عندنا عدم الحراسة الجيدة عدم رش المبيدات عدم التعشيب حول السجر عدم تقليم السجر أو ما يقال عنا في المدينة هون كساحة السجر أطول أيضا من المواطن أنه يسمح لأبو المعصرة من وضع الزيتون أول يوم يقوم بعصره تاني اليوم لتخف الحموضة بان يقع أسيده واحد جيد جدا أو يقع زيره بان يقع أسيده أربعة أو عشرة أو عشرين عبوصة عبوضة عالية تاني في موسم جيد إن شاء الله ولكن نسبة القطع شوية قليلة هم نعاني إشكالات بسبب ارتفاع المزود الكهرباء عادية ما في عمنا وإن شاء الله وطعالا موسم كثير كويس هم نأخذ نسبة الأجار ميلة في المئة بجوز نأخذ عشرة وإذا تنفر ما زود سبعة وإن شاء الله وطعالا سعر التركة حلق بقت الحالي فأرغى خمسمائة ليرة والمليانة 11 ألف وبعد ما يلم إلا الله